النقطة التانية اللي بيكتب عنها بقول وخصوصا في البلاد ذات الأغلبية المسلمة تجد المؤمنين متخوفين من العابر ويظنون أن السلطات الأمنية قد أرسلته من أجل إيقاعهم في جريمة التبشير فيظل العابر هو أسرته من بوذين أيضا لا يزورهم أحد من الإخوة أو لا يسمح الإخوة للعابر وأسرته بزيارتهم في منازلهم أو دعوته لاجتماعات الصلاة أو المجموعات البيتية يعني بحجة أو بزعم أنه يمكن خايفين أنه هذا ما تسوسوا من السلطة شو رأيك في الموضوع؟ حقيقة كتير بنخاف أننا كتير من الإخوة المؤمنين أو الإخوة المسيحيين بيبقى عندهم تحفظ على دخول العابر بيتهم الأول أنا هقابله في الكنيسة وهسلم عليه وحتى لما يكون عندنا شركة يفضل أنه ما يكونش موجود ما يعرفش تفاصيل أكتر عن حياتنا وما يعرفش عنوان بيتنا فده بتخلي العابر يمر بظروف نفسية صعبة جدا في منهم بيحسوا بسبب الموضوع ده أن أنا مؤمن مسيحي بس درجة تانية وده كتير بتسمع كتير من العابرين وده برضو ده حالات مش للتعميم ولكن ده حالات قليلة جدا بتحصل لأن العابر بيبقى حساس حساس أنا لما تبقى أنت في الكنيسة ودعي الإخوة عندك على البيت على صهرة روحية أو على شركة محبة داخل البيت وبتعزم كل الإخوة اللي موجودين أو بعض العائلات وبتيجي لعند العابر أنا شخصيا مريت في الموضوع ده يعني مريت بحالات زي كده وكنت أروح على البيت أقعد لوحدي وحس بأن أنا متداي أن أنا مش تبليه أنا مش مابول ما أنا تركت كل اللي بره ده وجيت لعندكم وليه فيه تحفظ من ناحية أن أنتوا تقربوا مني حتى لو كنت أنا كذاب يمكن المحبة اللي أنت بتقدمها لي تأثر فيها ولو أنا جاي بالأمن زائقني عليك أو الأمن دفعني أن أنا أكشف أمور عن التبشير يمكن أن أتأثر وأتغير وأنا بعطيت حضرتك عندك حالات كتير لناس كانوا جايين يتجسسوا والرب بغير حياتهم والرب بغير حياتهم والرب بغير حياتهم فعلا من الأمن وصلت معهم وطلبوا الرب وطبعا يعني الفكرة الموضوع أحبائي ما بدأ أقول لتخجيلنا بس فعلا أنه نبتدي نأخذ نظرة بتختلف في هذه الموضوعات ولسيما خلي بالك أنه الأعداد اللي بيجوا للمسيح من خلفية إسلامية رح يكونوا أو يفوق العدد المسيحيين اللي جايين من خلفية مسيحية وبتدينا نشوف هذا النوع من التحركات هو بس لحديت إسا بس بسبب القوانين الحكومية أو السياسية لكن أعطي شوية حرية حتشوف العشرات الملايين يعني هذا شيء معروف عنه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر